بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم سيد ياسر محمد نجيب المدرسة الشريفة الخاصة لغات في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كيفية تصحيح الاختبار أنا درتي هدخل على الإشعارات بتاعتي هيظهر لي استجابات الطلاب داخل الإشعارات أنا مثلا هنا عندي حساب الطالب اللي اسمه ياسر نجيب دخل وحل الامتحان اللي اسمه امتحان الفصل الأول عقبة ابن نافع هدغط عليه هيدخلني على الوجهة بتاعة تصحيح الامتحان الطريقة الثانية بانك تدخل عن طريق الفصول الدراسية بعد كده تفتح الفصل وبعد ما تدخل على الفصل هتظهر لك التسليمات على الوجبات سواء في المكان الجانبي او في اللوحة الجانبية زي ما هو ظهر هنا بان في واحد سلم او من خلال التسليمات هنا لما تضغط عليها تفتح لك الوجهة ديت هدغط على الطلاب في واحد اسم ياسر نجيب قدم في الوقت الفلاني هقدر اضغط على تقييم هتلاحظ هنا بان في اسئلة تم تقييمها بي اللون الاخضر في اسئلة لونها لصاصي وفي اسئلة لونها اصفر طيب ايه معنى الكلام ده طبعا هو ادلك درجة الطالب بانه الطالب ده حصل على 22 من 32 هنا الاسئلة اللي هو بيقيمها بي الاخضر هي اسئلة تم تقييمها بشكل اوتوماتيك بدون تدخل منك ما تقدرش بانك تغير في درجتها علشان كده قلنا ابني الامتحان صح من البداية علشان الدرجة مش هتقدر تغير فيها تقدر بانك تكتب تعليق للطالب بانه احسنت او تقدر تكتبله اي تعليق تقدر بانك تشوف كل الاختيارات اللي عملها الطالب لو فيه اجابة غلط هتظهر لك باللون الاحمر ولكن فيه عندك سؤال ظاهر باللون الرصاصي طيب السؤال اللي ظاهر بالشكل ده عندك هو سؤال محتاج تدخل منك كمدرس عشان تصححه انتبه لانه ممكن بعض اصدارات التطبيقات الخاصة بالمنصة ممكن تواجهك فيها مشكلة وانت بتصحح السؤال ده طيب علشان تصحح سؤال اجابته قصيرة او سؤال مقالي لو التطبيق بتاعك ما جابلكش الاختيارات بتاعت هل الاجابة صحيحة ولا غير صحيحة ولا اعتماد جزئي هنصحك دايما بانك تقوم فاتح المتصفح وتسجل دخول من المتصفح وبعد كده تشغل نسخة الديسك توب فيفتح لك النسخة الخاصة بالكمبيوتر او اللاب توب من متصفح الموبايل بتاعك وتقدر بانك تشوف الخنات دي انا دلوقتي عندي اجابة الطالب السؤال مكتوب قدامي على الهجاة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة اجابة الطالب اللي تحاشق ازا المشركين واللي يفتح صفحات جديدة للإسلام في اراضي الجزيرة العربية تقدر بانك تقول للطالب طبعا السؤال ده بدون درجات وعليه اربع درجات تقدر تقول للطالب ان الاجابة دي صحيحة فتم اضافة الدرجات بشكل مباشر تقدر انك تقول له لا الاجابة دي غير صحيحة فهتلاحظ بان الدرجات نقصت تاني واللون بتاع السؤال بقى بالاحمر تقدر تقول له اعتماد جزئي يعني اجابته ما كانتش سليمة 100% فمثلا هو اخد اتنين لا اخد درجة لا اخد ثلاثة ونص ففورا هتلاقي الدرجة بتتعدل واللون بتاع السؤال بقى تقييم جزئي ولكن الاجابة هنا صحيحة فعشان كده هنقول له الاجابة صحيحة هنيجي على السؤال رقم 6 وهو اللي احنا تعمدنا باننا نكرر فيه اسئلة في الفيديو الخاص ببناء الاسئلة علشان ننبه المدرسين المشكلة اللي هي هتقابلهم في السؤال ده السؤال الاولاني احنا قلنا بان اجابته ما كان لهاش اي احتمال غير احتمال واحد وكان حاجة مش هيقابلنا فيها ان طالب يكتبها بشكل خطأ فيا اما اجابته هتبقى صح او خطأ ولكن الفقرات من اتنين لاربعة هتلاحظ بان الاجابة اللي احنا حطناها في نموذج الاجابة هي المدينة منورة لما احنا كتبنا له مدينة منورة هو احسبها صح طب لما احنا كتبنا له هاجر رسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هي الاجابة صحيحة ولكن نموذج الاجابة قال له المدينة منورة فمما انها ما هيش المدينة منورة ام رفضها وقال لك لا الكلمة المدينة دي غلط طيب هاجر رسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى يثرب يثرب هي المدينة منورة ولكن الكمبيوتر اعتبرها غلط لأن هي إجابة واحدة بس اللي أنت مغزي بيها وما ينفعش بأنك تغزي بأكتر من إجابة في السؤال ده يبقى هنا لازم تختار إجابة أسئلتك بدقة ولازم تختار الفراغات بتاعتك بدقة علشان ما تعرفش نفسك ليه مشكلة زي دي يتبقى أن الطالب كده نقص أربع درجات على الفاضي كان ممكن بأن الطالب هنا يكون عنده تلاتين من اتنين وتلاتين بدل ما يكون عنده نقص أربع درجات في حين أن الإجابة بتاعته صحيحة طيب هجر رسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة منورة هي الإجابة صحيحة ولكن تعمدنا هنا بأننا نكتبها بشكل مختصر وتعمدنا بأننا نكتبها بالهاء كغطأ إملائي ما نكتبهاش بالتأم مربوطة علشان نوري السادة المدرسين بأن بناء الامتحان لازم يتم بموضوعية علشان لو بنيت الامتحان بتاعك بموضوعية يبقى أنت هنا ساعتها هتقدر بأنك تحافظ على وقتك في التصفيح وتحافظ على وقتك من تجنب أي مشاكل ملهاش لازمة ممكن نتعرض لها مع الطلاب فهنا مثلا قادي الطالب ده ناقص 6 درجات من أخطاء اعتبرها الكمبيوتر خطأ ولكنها في الحقيقة ما هيش خطأ وإنت ما تقدرش بأنك تعدل الدرجة بتاعته أنا طبعا أقدر بأني أغلق التعيين بتاع الطالب وأقدر بأني أحزف التسليم بتاع الطالب فيقدر الطالب بأنه يحل من أول وجديد وكأنه ما عملش أي حاجة وما حلش أي حاجة أو ما سلمنيش أي حاجة طبعا هو بيعرض لك في نفس الوقت هو الطالب ده استغرق وقته قد إيه هو استغرق دقيقتين في الحل هو الطالب ده سلم إمتى كدريخ وكوقت في حالة لو أنت عندك عدة استجابات هتلاقي تبديل الطالب ديت منشطة وتقدر تبدل فيها ما بين إجابات الطلاب فتقدر تدخل على كل الطلاب ولكني هدخل على أغلق علشان تظهر لي العلامة دي في حالة أن كان عندك مجموعة من الطلاب في الفصل ده هتلاقي بأن الطلاب دول موجودين عندك هنا مين اللي واخد درجة درجته مكتوبة اللي ما تمش تقييمه هتلاقي حالته عدم تقييم ممكن تفرز كمدرس وقت التسليم بحسب أن الناس اللي سلمت مؤخرا هي اللي تبقى فوق في حالة أن انت صححت مثلا مجموعة من الامتحانات وبعد كده عايز تعرف مين اللي انت ما صححته مش ممكن تفرز وقت التسليم فيبدأ أنه يجمع لك الحديثة قدام أو أنه يجمع لك الحديثة في آخر القيمة فتقدر أنك تدخل فورا على التسليمات الحديثة وتقدر بأنك تعرضها تقدر في نفس الوقت كمدرس بأنك تدخل تعرض الواجب فتشوف إيه هي الأسئلة اللي كانت موجودة أو أنك تدخل وتحرر الامتحان لو أنت اكتشفت مثلا بأن في حاجة فيها خطأ أو فيها أي مشكلة ولكن طبعا هو بيحذرك بأنه في حالة أنت عملت أي تعديل يبقى أنت كده ساعتها هتلغي الامتحان ده وهتعين الامتحان ده من أول وجديد بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بتصفيح الامتحان بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى شرفونا باشتراككم في القناة اشتركوا في القناة